مساء الخير متابعي جديدة وموقع اهل مصر من كل مكان متابعين معكم اليوم لقاء مع عم منثور من اقدم الحناطية في محافظة الالوبيا احنا الوقتي موجودين في مقابر اليوب واللي هو مشغل فيها حنوطة نعرف اليوم اغرب الاشياء والحكايات اللي حصلت معاه داخل مقابر اليوب وهيقول لنا التفاصيل الملابسات والوقائع واقرب الاشياء اللي كان بيشوف ساء الخير ساء نوري اذن عرف من نفسك منصور عبد الواحد عندك كمسلم مقابر اليوم ثمانية واربعين وهذاك بقى وقال لي اه في مهنة الحناطية بقى لك ادقي تاعت وعشرين سال لا عمري بقى اه وراسة ولا لا ايه اللي عجبك في مهنة الحناطية ااو يعني مصير بالاخر يعني حسيت انك عايز تعمل الحاجات خيرية فلجأت المهنة دي ولا ولا عجبتك عن طريق حد اه حبيت بقى زيه او عمتا عشان تكون يفهمة ان عملنا هنا بيتركز فيه او بيعتمد على ان انت تكون اولا قلبك كبير قلبك كبير بمعنى ان ممكن صاحب الجنازة نفسه يتخنق معياتي اي ظروف تتخنى يكون عندك صبر اه يكون عندي صبر طويل ممكن مسلا عندما يجي يديني حقي او عرقي او شغلي ما يمكن ما يكونش مسلا مقدرني خدت بالك وانا ماليش رتب من الحكوم تمام ماليش رتب من الحكوم في نفس الوقت انا ممكن يعني عادي مفيش مشكلة بيقابلنا برضو ناس طيبين كتير ملهمش مقابر بقى احنا لازم ان نقوم ونخلص الشيء لما بيكون حد مفيش ماليش مقابر في المنطقة بتقدر تستأذن اسرة معينة وتدخلوا اي مقابر ولا في مقابر لصدقة لوحدها ولا بتتعمل مع الحالات الزيت 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 سؤال جميل جدا من حضرتك وده فتح لي بابكي بديه بابكي بديه اولا في بعض المقابر الصدقة موجودة لكنها قليلة سوية ما تكفيش اهلي اليوم وطلبت ان المدينة في شكوى رسمية اقامة مقابر صدقة لفقراء الوقت لان هم عندهم برضو مقابر للعملية بس الفقيل ملوش ودي مزعالي او للجسس المجهولة اه في بعض المقابر الصدقة الصويرة اللي عندي بانكشة قلت ان هنا المقابر على مساحة تلك اه نقدر نقول اه من تسعتاشر عشرين فدان حاجة زي كده حبة كبيرة يعني. عشرين فدان مساحة كبيرة يعني. حبة كبيرة اوه. قولي بقى المساحة الكبيرة دي بتقدر اه بتتعامل معها في شغل ازاي? بتقدر تمشي فيها ازاي? وحريبة تقول المكان كبير اوي. المكان كبير. ماشي. اه عامة احنا لما بديمشي في الطرق اه مع التجارب مع الوقت تكتسب خبر. يعني انا واقف معك هنا. اقدر اروح الشارع التاني من فوق قبر معين. هطلع من علي اكون هناك. انت ما تعرفيش عني حاجة. ممكن يبقى ماشي قدامك اختفي في لحظة. لكن انا روحت مكان تاني. او عديت لي مكان تاني. انت ما تعرفيش ده. اه. فهي الخبرة قويسة. خبرة بس. خبرة انك توصل للشورية وتوصل للاقرب للمكان اللي انت عايزه في اقرب وقته. في اقرب. اه اه اكيد. اه اكيد. اه اكيد. بقى الكواليس المقابر هنا ايه? دايما يقولوا اه يعني فيها حاجات تخوف فيها. فيش هنا يخوف اكتر من بنا ادم. انا بنام هنا. يعني ممكن اخد تعسيلة بعد الغداء هنا. انام. انام نوم. احط اه اه في ارشا كده في اي حتة وانا. ما بقولش ان انام في الطرق. ابي خوفنيش انا البنا ادم. اللي لقيه داخل علي ياخد ابريت ماكس. مسلا. او اه يشرب شادو ومخدرات حاجة زي كده. بيقابلوه. او الشمال بقى اللي جايب لي اه نعاسف يعني في اللفظ اه بنته جاي او واحدة سته جاي. وده ابنناهم برضو كتيب. ابنناهم كتيب كتيب. يعني بتشوفهم هنا الناس اللي بتيجي بتاخد قوة مخدرة ومطاعتين وكده. اه. واتجر ولا مطاعتين بس. هم جمع علينا بفضل الله كده شوية ويفوا هنا في الطرق كانوا بيبيعوا حاجة اسمها شادو. اه. وبس الاسم الحمد والله نظف المكان ده بس. كويس قوي. اه قل لي بقى يعني اغرب الحكايات اللي شاهدتها هنا في اليوب على مدر شغلك في المقابر يعني. انا اولا اغرب شيء اللي جوه القبر انا ما ينفعش اتكلم فيه خالص. خلي اللي جوه القبر يدعي نفسي. تمنى. لكن الساحر ممكن نلاقيه جوه القبر. اعمل صح. اه اه ممكن نلاقيه جوه القبر. ممكن نلاقيه فوق الشغر. ممكن نلاقيه في شقوق بين المقابر وبعدها. اه. ممكن انسان ضعيف يجيبه ويقول لي تفنه. ويوهمني على انه طفل. طفل ازاي? طفل صغير او سقط او ست سقط ماذا اربع شهور سقط ماذا ما كملش ببطن امه. ما كملش مراحتها. يعني ممكن حد يعني يوصل بالدرجة اني يديك عمل ويخليك تفنه على ان ده صوت موجود. وفتح عليها المطوى قبل كده. اتهددت كمان. اه بالمطوى. فتح عليها المطوى ورفضت برضو. قالك ايه بقى? هيقول لي ايه? هتتفنه وغزب عنك. وقلت له مش هتفنه وقول لي انت عايزه عملك. بس ما كنتش قدر اخده منه. ده كان بواطن ولا كان دجال ده? لا كان راجل ومعاها وارد واحدة سيتها. بس انا زعيلة اقطى ان انا مقدرتش اخده منه. انه اكيد هيتفنه في حدة تاني. كان ممكن تاخده منه وتدفنه وترجع تشيره تاني وتفكه ويعني عن طريق شيخ او كده. عشان احطه في تربطه. انه هايز نحطه في تربطه هو. يبقى قدام عينه. يبقى هو اللي حرسه. ارجع اناكسر القفلة تبقى مشكلة جيدة علي. اه فانت عشان هو المقابر بتاعته هو. المشكلة ان ده الوحيد. ما حدش يقدر ما كان ممكن يقدر يفتح ويتفنه. ما 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 يقدرش يخش الطرق. خايف يخش. خايف يخش الطرق. خايف يخش الطرق. مش خايف من ربنا. لا 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 ده عندنا ناس هنا بنشوفها. يمكن مش حاسين ان هم هيموتوا اصلا. عندهم شوه لوجه غرض معين هنا هيجي ويمشي. اي شكل. اي شكل. والعملات دي بقى زي ما هقولك يعني كتيرة منتج اغرب حاجة يعني في عمل قابلني كان في هدهد محطوط في قلبة سالمون او حاجة علبة كده زي قلبة السالمون. اه. وحطوا في التربة ويعني بس سبحان الله جيت انا وازميلي تلاقيناه. وتلاقينا الهدهد صاحي بالمناسبة. اه والله لقينا الهدهد صاحي. انقذنا الهدهد من جوة التربة. اتشوفتوه زي هو شكيت في زي نوع عمل يعني. لان دماغه الهدهد كانت باينة. دماغه الهدهد كانت باينة. من العلبة? اه من العلبة. وكان حطه فوق تربة وحطت عليه كمان تربة. دفنه يعني. دفنه بس دفنه صاحي. اما كان عبارة عن ايه بقى هو ورق ولا هو ماشي ولا ولا عبارة عن ايه مش فهم. يا سيدتي العمل ده ولو اشكال كتير. فيه شفتو على الهدهد ده كان ايه? العمل ممكن يتكاتب على جسم الهدهد. كان مكتوب على جسم الهدهد اللي انت شفته? ما انت مش هتقدر يتقريه هو الشكل شكل ان انت طب. فيه هدهد يتحط في علبة. يعني الهدهد اللي بيجي دفن وشفته ده كان شكله ايه يعني كان مكتوب فيه فين من الهدهد بيبقى مكتوب على جسمه. على ريشه. اللي انت شفته ده كان مكتوب على ريشه. ما انا مش هشوف اللي مكتوب لكن الطبيعة الشكل هدهد جوه علبة جوه تربة. اه. هدهد جوه علبة. طب الهدهد عمرو ما يحط نفسه في علبة صوب. زي علبة السالمون. وانت شايف وشالوة ماشي. لا ما شفتوش. احنا لدينا الهدهد جوه التربة. انا ويزميلي واحنا ماشيين. يعني صدفة. صدفة. احنا لو كنا شفناك كباية حكاية تانية. كباية حاجة تانية. لو كنا بس شفناك. شفت حد قبل كده بيدفل اعمال في المقابل هنا وحاولتها تجري وراه او تلحوق او تبسكه او كده. لا بصراحة لان هو عمرو. مش يجي في وقت كورينتا موجود في هو ابصي حضرتك هو ممكن يبقى ماشي. ممكن يخش معايا بحجة انه بيساعدني على دفن حالة. ممكن هو نفسي يخش معايا. انا مش هساسني نفسي. بس انا الحمد لله عمرو ما حصلت مني. وتابت بالك من اللي حوالي. دايما لان الناس اللي قابلي قروني. يعني كان في راجل الكبير هنا قبل مني رحمته الله عليه قراني. وقال لي حزاري اني واحدة تطلب منك شوية طراب من جهة طربة وتدهم لها. مهما كان قدر الفلوس اللي هتعرضه معي. وفعلا جات لي وطلبت مني وباي سعة. وبرضو الحمد لله رفض. جان اللي طلب مني جمجمة ورفض. وجان اللي طلع لي فلوس من جيبه كده على فات ورفض. جالك قبل كده حد يقول لك تفحر لي هنا او دور لي هنا او افتح لي ده. اه اه. بس ما كنتش مقتنع بي. ليه بقى? شاكيك يكون هو اللي بيعمل ولا شاك? ولا عشان. انت بتدور على العمل اه انا معاك. ما تفتحش طربة وتقول لي دور لي جوا الطربة دي. قول لي افحة هنا. عشان اعرف ان الراجل اللي باعتك او المرسال اللي موجهني راجل على العالم. مش راجل دجال بيقول اي كلام يبعتك من قدامه وتعش. يعني انت عايز تقول انك مش عايز انتقى. بص يا حضرتك وانا عائل زغير. وانا عائل زغير جدا. اختي حصل لها عمل زي كده. اه انا فاكر دي كويس امي لسه موجود على قدر الحياة تحكيها لك. اه المهم اختي دي يعني بقت في البيت عاملت كده زي الكوم. عبانة. كل اللي كان بتقوله كانت بتقول ايه? انا فاكر. في دبابيس في جسمي. مش اكتر من كده. في دبابيس مرشوقة في جسمي. لما بو يا الله يرحمه جاب لها راجل وقال مسلا هنشوف المشوار ده انو الشغلة دي نحل وكلام ده يحل والكلام ده. الراجل ده طلب حاجة. طلب حلة نحاس. حلة. اه. طلب من حد يقعد عليها. والحلة محطوطة على الارض او على حصيرة ما فيش حاجة. حلة ومكفية. اللي قعد عليها قعد عليها. هو خلص شغل وقال له اقوم. اه مشالت حلة اتلاقي تحتها حجارين او تلات حجارة كده. جبس. زي البيت. اه. زي البيت كده. طب اكسر البتاع دي. لقيت فيها ده بابيس. لقيت فيها سل من بتاع النخل. سل النخل اللي بتطلع في الريد النخل ده. لقيت وفات كلام ده صفته بعنيت? اه. عندنا في بيتنا. اه. في بيتنا. اختي خافة. ازا انو الراجل ده جاب الحاجة اللي تحت الحلة دي ازاي? از لم كان على علم. ويقضى. انا عايز بقى اللي يجي يقول لي فيه جوة الطربة دي عمل وانا هدهيه له. عشان نجيبه. انما تقول لي حملة. نطهروا الطرب عن طهروا الطرب ازاي? ازاي? احنا شفنا يعني بعد المقاطع على موقع التواصل بيفحروا بيلاقوا حاجات وكده ماتونة وملفوفة والكلام ده. يعني انت انا وانت يوقفين اهون في مكان. نعرف ازاي اني فينا ده. انت جاية بحملة. تعرف ازاي اني فينا. همه بيقلبوا بقى لا ما فيش حاجة اسمها اللي يقلب. بقول لك لانا في مصورة السطارة. لقيت عاملة بكياب ما فيه. في مصورة السطارة. بتاعت الستائر اللي في البيت حتة صغيرة كده. تضحط ويطبعها من ناحية. ويطبعها من ناحيتين. وممكن يرماها فوق. يرماها كده. يرماها كده. انتوا لقيتوا للمصورة السطارة دي فين? لقيتها فين هنا في المقاطع? في المقاطع. على فوق مكبر? لا لا في قلب الطرب نفسها. دي لقيتها جوة. جوة العين? اه. ما طلحتها. هالاساس خوة ده فضلت معاي سانة. محطوط. وبعدين بفتحها وانا هاي ببسالة كده. لقيت فيها دي. كل اسفين. كانت فيها ايه بقى? انا ما اقدرش احدد العمل ده ايه? اهو. احنا عم مش عارفين ايه. اهو المقصود بي ايه? كان فيها ايه اللي شكله كان ايه? عبارة عن ايه اللي جوة المصورة ده? هي الورقة بدهم اتحطت في مكان زي كده. اتقفلت زي كده وتحطت في مكان زي كده. وانا نقصد يعني انها نوع ورق يعني. اه. اشكله كتير. تقول ايه للناس اه معدوم الدمير واللي ما بيجبارع ربنا في الحاجات الاعمال اللي بتتفض بربنا. تقول لهم ايه? اقول له انت في الترى بص جنبك. عشان ازا كنت بتسبنا وهتمشي دلوقتي فهتيجي تاني. وممكن تيجي ما تروحش. ممكن تيجي هنا بقى تاني ما تخرجش تاني. والساعتها هتشوف حاجات اه ربك واحده اللي يقدر يعفع لك فيها. بلش اقول له اكتب من كده. شكرا على المنصور. اعتمم عليك. شكرا المتابعة جريت موفع على مصر كل مكان. تابعنا مع حضراتكو اغرب المشاهد والحكاية اللي حصلت فيك.